اشتركوا في القناة اممية لوقف الاعتداءات ضد الصحفيين. كيف تشوف المشهد؟ يعني خلال العام إن كان عربيا ومثلما أنتقل فلسطينيا. في بعض الأماكن لا يعرف تحديدا عدد الصحفيين الذين استشهدوا أو جرحوا أو أصيبوا. لسيما في اليمن. وحاليا في السودان حاليا ما يجري في السودان في السودان. يحكى نقابة صحفيين السودانية تتحدث كثيرا جدا عن اعتداءات على الصحفيين. وإصاباتهم مباشرة. أما في بعض الدول العربية حيث هناك بعض الحريات الإعلامية. نجد تراجعا كبيرا جدا بموضوع الحريات الإعلامية. لا سيما في بعض الدول التي جرى ما سمي الربيع العربي فيها. وهذا ثبت في أكثر من مرجعية إعلامية وصحفية ونقابية. أما فلسطينيا فلسطينيا تستمر بالاعتداءات الإسرائيلية اتجاه الصحفيين. إن كان الاعتداء المباشر الجسدي أو الاعتداء اللفظي. وكذلك الاعتداءات إن كان مصادرة معدات أو إغلاق بعض المراكز الإعلامية. وكذلك أيضا ربما منع التغطيات الإعلامية في بعض مناطق الاجتباك. يعني تحديدا كما تقول لجنة دعم الصحفيين الفلسطينية شهر الميسان الماضي رصدت 55 اعتداء اتجاه الصحفيين. وبالنسبة للجرحة حكي عن أكثر من 10 جرحة صحفيين ومصورين فلسطينيين في فلسطين محتلاء. لا سيما في الضفة الغربية. وإذا رجعنا في بعض السجلات سنجد أن أكثر من 55 صحفيين استشهدوا في فلسطين صحفيا أتحدث على رأس مهامهم الإعلامية أو العملية استشهدوا منذ عام 2000 حتى الآن. هذا رقم كبير. هذا استهداف مباشر من قبل الاحتلال للصحفيين. وكأن هناك نوع من أنواع تكميم الأفواه وقمع الصحافي لكي لا يقوم بواجبه ونقل المآسات الفلسطينية والمعنات الفلسطينية اليومية. طيب. السيد زهر من يحمي هؤلاء الصحفيين؟ يفترض. إذا لجان دولي وغيروا فيه. وما يقدروا يحمون. يعني الأمم المتحدة الآن في اليوم الحرية العالمي الصحفيين أصدرت بيان. والاتحاد الدولي للصحفيين أصدرت أكثر من بيان. ولكن يبدو أن ألقى أن إسرائيل هي فوق القانون. فوق القانون الدولي. هذا مثبت دمنيا. إن كان بالسياسة وإن كان عمليا على الأرض هي لا تحتمل مواثيق الدولية والشرعية الدولية. إن كان للإنسان العادي فما بالك بالصحفيين أيضا. هي لا تحتمل أطباء وهم القانون الدولي يكفل حمايتهم. نعم. تعقيبا على كلامك شرح أنك كيف بتناسى الإعلام الغربي مبادئ الإنسانية والمهنية وكيف بيبدأ أن يحلل لنفسه يعني ما يحرم على غيره. هذا الموضوع يعني شائق جدا 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 لتعريف. ربما يجب تعريف علاقة السياسي بالصحافة. أو علاقة الصحافة بالسياسة. من يستغل الآخر؟ من يستثمر الآخر؟ يعني إذا لاحظنا ما حصل مع السانج ما حصل مع السانج يعني لأنه يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية. أين السانج الآن؟ مشكلة كبيرة جدا. أضف إلى ذلك ما فعلت الولايات المتحدة في العراق. كم صحفيين قتلت في العراق؟ يعني لم تحترم قانون الصحافة لم تحترم كلمة برس التي يحملها الصحفيون في العراق. وفي أفغانستان أيضا. وفي كل حروبها. يعني حريط الرأي والتعبير. نرى مثلا أنها ترى بعين واحدة. مثلا ما يحصل في أوكرانيا. هي تسلط الضوء على ما يحصل في أوكرانيا. وكأنه لم يحصل في أي دولة أخرى. مع أن هذه الدول هي نفسها التي تدعم أوكرانيا حاليا. تتغاضى عن ما تفعله إسرائيل في فلسطين. وتتغاضى أيضا ما هي فعلتها أيضا في العراق وفي غيرها. إذن هي المسألة بالنسبة لهم نسبية إلى حد ما. هل أنت معي أم ضدي؟ إن كنت معي فأنا سأدعمك إلى. وسأجد كل المبارلات القانونية والمساوغات القانونية لأدعمك. والسياسية أيضا. إن لم تكن معي فأنت ضدي. وإن كنت صحفي. أين هي حرية الصحافة؟ هذه شماعة إلى حد ما. يعني شعارات جميلة جدا. نتغنى بها. لكنها غير مطبقة على أرض الواقع. طيب أستاذ زاهر. لا صيانة يقال صيانة للحرية. إلا بالحرية. ما هي اليوم أبرز التحديات التي توجه الصحفي العربي تحديدا؟ ربما ما يواجه الصحفي العربي في أي مكان. إن كان حتى هنا. هي مسألة الوصول إلى المعلومة. صعب أن يصل إلى المعلومة. يعني صعب أن يصل إلى ملف مهم جدا. إن كان يتعلق بالفساد. إن كان يتعلق بالمسؤوليين. إن كان يتعلق بأي ما يجري في أي دولة عربية. هذه مشكلة كبيرة جدا. الوصول إلى المعلومة. ثانيا. هو موضوع القوانين. يعني كم دولة عربية من أصل 22 دولة هي تسن قوانين تلحماية الصحفيين ودعم الصحفيين. يعني حتى لبنان. لبنان هو المعروف من أكثر الدول العربية يتمتع بحرية. قانون الصحافة أين هو؟ لم يمرر حتى الآن في مجلس النواب. هناك خلاف كبير عليه. ما يمكن قوله أيضا. أن بموضوع الصحافة يجب حمايته أيضا. كان جسديا. حمايته من التعرض لأي أمر أمني. وأيضا. حمايته من أين تعرض لأي نوع من أنواع. تحديد. الاغتيال النفسي. والاغتيال السياسي. وليس فقط الاغتيال الجسدي. يعني ممكن أن تسلط حاليا. ونحن نتحدث عن جيوش إلكترونية. ربما أنا حاليا صحافي. وصلتني معلومة معينة. نشرتها في مقالة. ونشرتها في فيديو. أو نشرتها في تقرير معين. أو في المصائخي. نشرتها في قناة. أو حتى على حسابات الشخصية. ربما المتضرر من هذا الكلام. ربما يوجه لي جيوش إلكترونية. التي تهاجمني. ونتعرض لي. ولعائلتي. وهذا من أصعب ما يمكن أن يتعرض له الصحافي نفسيا. كيف معقول يؤثر سوء استخدام هذه المعلومات على شرعية المطالبة بحقوق السحفيين. حاليا. مثلا. إذا تحدثنا دولة أكس. أو دولة ألف أو باء. أنا أعمل على ملف معين يخص جهة معينة مثلا. أنا أريد أن أتحدث حول مثلا المطار. في دولة ما. في غالبية الدول. لا يحق لك الوصول إلى العقود الموقع. مثلا. هذه غير مضمونة الوصول إليها. ومثلا. أنا أريد أن أتحدث عن فساد. أريد أن أتحدث عن بعض الجرائم. أريد أن أقوم بعمل استقصائي معين حول ما يجري. حتى الآن. في بعض الأماكن الكثيرة. مثلا في سوريا. ما حصل في سوريا. كل طرف يتحدث في روايته الخاصة به. لكن أين هي المعلومات الحقيقية والدلائل الحقيقية؟ نحن نقل صعوبة جدا للوصول إلى المعلومات الحقيقية. وكل طرف يبني وفقا لرؤيته السياسية. وهنا المشكلة الأساسية. أن الصحافي حاليا. هل هو سيتحول مع. وهذه مفيدة أن نقولها. لا. الصحافي هو بالأخير موظف. يحتاج إلى راتب شهري أو راتب أسبوعي أو يومي. مقابل عمله. لا. هذه الوسائل الإعلام التي ستنشر عمله. تتبع لمن؟ حتى ليس فقط في الدول العربية. في العالم كله. الوسائل الإعلامية أما تتبع للحكومات. تتبع للحكومة الفلانية. أو تتبع للحزب السياسي معين. أو تتبع لرجال العمل. وهذا الثلوث الذي يهيمن على الأعلام العربي والعالمي. ستجد مثلا مردوخ. يتحكم بصحف و بوسائل الإعلامية قبرى جدا. هو ربما ما يريده سينقل عبر وسائل الإعلامية. ولكن إن طرف أو صحفي من هذه المؤسسة تعارضت مع سياسة هذا الرجل الأعمال. ربما سيطرب. صحيح. فهذا الثلوث المتحكم بالإعلام العالمي والإعلام العربي. ربما كسرته إلى حد ما حاليا موضوع وسائل الواصل الاجتماعي. قليلا وليس كثيرا لأنه ليس هناك قوانين تحكمها. نعم. ولكن هذا الثلوث هو من يتحكم بمصادر المعلومات. هو يتحكم بماذا سينشر. هو يتحكم بالوعي العام. بالرأي العالمي. وهو من يصنع الرأي العالمي. ولكن هذه التبعية استاذ ظاهر فعلا تعيق حرية الصحافة التي نتحدث عنها من بداية الحلقة. صحيح. تعيقها كثيرا جدا. أليس من الممكن أن تكون مهنة الصحافة حرة فعلا؟ ممكن. كيف؟ إن كانت توافق مع السياسة الممولة. وكيف حرة؟ في قمة حرية الحرية. فإن أنا حاليا أعمل في مؤسسة. نعم. أعطيك أنا مزج بسيط. ما حصل المعزوم. لا. أنا بالوكال الألماني. دي 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 دي. هم لم يتحدثوا بتاتا. فقط راجعوا السوشيال ميديا تبعهم لسنوات سابقة. وكتشفوا أنهم يؤيدون فلسطين. يؤيدونها. لم يهاجمون أحد. يؤيدون فلسطين. هذا حريص رأيي رأيي وتعبير. ماذا حصل معهم؟ طردوا. واتهموا بمواعدات السمية. لهذه الدرجة. وهم يعني أعطيك الأموزج آخر. كيف تتحكم ببعض الوسائل العالمية. وكيف تهيمن عليها؟ نعم. مثلا أحد الوكالات العالمية. لا أريد أن أذكرها. مديرتها أمريكية. نعم. لكن زوجها فلسطيني. نعم. تخيلي مثلا. كيف تعينون مواطنة أمريكية على رأس وكالة وكالة أنباء عالمية. زوج زوجها فلسطيني. هم يريدون أن يحاسبوا الصحافي. ليس على كفاته. لكن على صلة دمه. على من تزوج. على خيالاته الشخصية. نعم. تخيل إلى أين إسرائيل ممكن أن تتدخل بهذا الموضوع. هذا الموضوع شائك جدا ومعقد جدا لدرجة أن السياسة والموساد والمخابرات الدولية تتحكم أو تريد أن تتحكم بكل مفاصل العمل. لأن موضوع الإعلام موضوع جوهري جدا. مؤثر أساسي لأنه استزاهر. يساهم بصناعة آراء. صناعة مجتمع. صناعة ثورات حقيقية. لأنها لا تصنع الرأي رأي العام. صناعة الرأي العام وهذا في الأيام العادية. مالك في الحروب. في الحروب هو العامل النفسي أو الحرب النفسية تنطلق من الإعلام. ممكن فيديو أن يحطهم حرب أن يصنع حرب نفسية. ومن ينتصر بالحرب للحرب الإعلامية أو النفسية ينتصر بنصف الحرب العسكرية. نعم. أستاذ ظاهر نحن نتحدث أكيد عن زمن البيئة الإعلامية التي تتسم بصعود الجمهور كفاعل ومنتج ونشر. يعني ليس فقط مطلقي. أيضا في بيئة سياسية. لا تعزز الشفافية بما يكفي تطلعات الشعوب. واليوم صرنا نلاحظ أن هناك ما يعرف بالمواطن. يعني صحافة المواطن. المواطن عم يكون جزء أوقات من الصحافة، من الإعلام، من الإخبار. برأيك اليوم هل نافست هذه الصحافة الحقيقية التي لديها أدبيات معينة ومعايير معينة؟ نافست من ناحية السكوب الصبق الصحفي. نعم، وسرعة يمكن انتشار الأخبار. صحيح. يعني هذه التكنولوجيا، هذا الكاميرا الموجودة بالهاتف، استطاعت أن تكسر شيء نسميه في عالم الصحافة حراس البوابة. يعني كل يشتغلوا ودرسوا إعلام يعرفوا هذا مصطلة حراس البوابة منهم. حراس البوابة كانوا سابقا في الصحف أو في وسائل الإعلام الكات المرئية أو المسموعة أو حتى المكتوبة، كان هناك إدارة، كان سكرتير التحرير، مدير التحرير، رئيس التحرير، هم من يقررون ما ينشر. يعني ربما أن تصلهم ألاف الرسائل لمقالات أو لمواضيع أو الأخبار. ولكن هم يقررون ماذا ينشر على الصفحة الأولى، ماذا ينشر في العنوان الأول إن كانت الزاعة أو في التلفزيون. هذا حاليا حراس البوابة كسر. يعني لم تستطع، لم تعد إدارة المؤسسات الإعلامية هي من تتحكم بالأخبار المنشورة أو المقالات المنشورة. الآن بإمكاني أن يكون لي مدونة، أن يكون لي موقع خاص، أن يكون لي حساب على فيسبوك، على تويتر، على أي منصة اجتماعية وأن أنشر ما أريد. ولكن موضوع كسر الاحتكار هذا قابله نقطة رئيسية وجداً هي المصدقية. المصدقية كيف يعني؟ أثقى هل أنا أثق بهذا الحساب أو بهذا المنشور؟ يعني غالبية. تعني مثلا أنا حاليا مواطن عادي أو إنسان عادي. حصلت أمامي جريمة قتل أو جريمة صريقة. صورتها. ولكن ما الذي يؤكد أن هذا الذي أنشروه أنا له مصدقية؟ صحيح. ربما يكون فاك أو يمكن أن يكون أنا حاليا. خبار وتداولي. أو يمكن خبار وتداولي. ممكن أن يكون فوتوشوب. حاليا لدينا برامج كثيرة من فلترز وغيرها. ممكن أن تصنع العجائب يعني. ما الذي يملك هذه المصدقية؟ هي القناة. نعم. لأن جمهورها ربما يحاسبها. ولكن أنا كنت فرد شخصي في الشخص من يحاسبني. لذلك واجب أن يكون هناك قانون في غالبية الدول. حاليا يحكي عن قانون الجرائم الإلكتروني. ولكن في بعض الأحيان لم ينفذ في كل الدول. أنا بأيد حضرتك أستاذ زاهر بقصة القانون. ولكن لنعود لصحافة المواطن. أدابة تشوف اليوم وخاصة بفلسطين الحبيبة. أنه خدمت هذه الصحافة. خلينا نسميها القضية الفلسطينية. لأنه بعدنا نحكي عن إعلام محكوم من سلطات سياسية. فلسطيني الموضوع مختلف تماما. لأنه حرية الصحافة بوسائل التواصل الاجتماعي. أدى خدمت الشأن الفلسطيني وقضيته؟ لدينا مشكلة كمان. هذه ليست في فلسطين. ربما في الوطن العربي كله أو حتى في العالم. هي موضوع المؤثرين. هؤلاء المؤثر الذي صنعته السوشال ميديا. لأي مدى هو مؤثر. ولأي مدى ممكن أن تتعاطم معه الجماعية. لأنه ليس إفتراضيا. إنما هو أمر واقعي. لا أريد أن أقوله أن الإشحاف الإعلامي بحق القضية الفلسطينية أو بحق ما يجري في فلسطين يتحمل جزء منه الفلسطينيين أيضا. باعتبار الفلسطيني يمكن أن يحكي بهذا الموضوع. لماذا؟ لأنه الإعلام الفلسطيني مقسوم. نعم. نحن الإنقسام الفلسطيني منذ عام 2007 حتى الآن ضرب الإعلام محرية الصحافة في مقتل. يعني إذا نزارنا إلى عدد الصحفيين المسجونين في غزة وكان في الضفة من قبل السلطتين الحاكمتين ستجد أرقام يعني تعيبنا. نعم. وفي المقابل نحن نتعرض إلى انتهاكات والاعتداد من الاحتلال. في المقابل من هي الصحف أو الوسائل الإعلام في فلسطين؟ سنجد أنها غالبيتها ماذا؟ غالبيتها تبع على الفصال والحزاب. وحتى التلفزيون السلطة الفلسطينية تلفزيون رسم الفلسطيني منذ فترة ليست بعيدة بدأ ينشط. بدأ أياما. ولكن الأهم من كل ذلك أن الوسائل المستقلة سنجدها تبع لمن؟ مبادرات فردية أو مبادرات من قبل جمعيات أهلية. يعني أنجي أوز. حتى تتمنى بالقوة؟ نعم. فبالتالي هو هذا الممول ربما يسيطر على ماذا تقولين؟ يعني ربما أنا في دراسة مرة اشتغلت عليها من فترة سنتين. أنه وسائل الإعلام الفلسطينية كم تتحدث عن إسرائيل وكم تتحدث عن الفصيل المنافسة لها؟ يعني في بعض الأحيان تكون متساوية. في بعض الأحيان لا الفصائلية تغلب الوطنية. سبب. يعني مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لنا. أما بخصوص كيف يمكن للفرد الطبيعي أو الإنسان العادي. مثلا أنا حاليا في مخيم جنين. حصل أمامي عملية اختحام للاحتلال للمخيم أو للمدينة. ربما أنا أصور. وهذا ما وضح لي ما يصلنا. يعني في بعض الأحيان الحوائج استمنع الصحفي من الوصول إلى مكان الجريمة. فبالتالي نستطيع أن نصور ويستطيع أن يكون المواطن أو الإنسان العادي. هو صحافي أيضا. هو يستطيع أن ينشر ما يريد وأن ينقل ما يريد. وبالتالي ربما حينها أنا لم أستطيع أن أرسل كاميرا إلى مكان الحدث. باستطاعتي أن أستخدم هذه الصور مع التأكد منها. من مصدرها. من تأكد إن كانت صحيحة أو غير صحيحة. والآن أصبح كثير من الأمور ممكن فعلها في هذا المجال. تتأكد من صحة هذا الخبر أو من صحة الصور المنشورة. أستاذ زهر نحن اليوم يعني بعالم رقمي كما تعلم. هناك حصار يعني بنفس الوقت. يعني كيف يجتمع حريط الوصول للمعلومات مع هيدا الحصار. ومورسة القيود على العمل وتحديدا الصحافي. اليوم برأيك منه كيف رح يكون في حرية إعلامية مقبيلة في حرية الوصول للمعلومات. مش بس نقلة. الوصول إلى مثل ما كنت قبل شهر. هون السؤال هل الصحافي هو ناقل لما يحدث أو صانع لما يحدث؟ نعم. يعني في بعض الأغلب الأحيان الخبر ننقله للصحافي لا يصنعه. صحيح. بخطي. هو ينقل الخبر للمتابعين أو للمشاهدين أو للقارئة والقراء. لكن في المقابل في بعض الأحيان تحول الصحافي إلى صانع خبر. يعني مثلا كان لديه فيلم استقصائي مهم جدا فيه بعض المعلومات. أجرى مقابلة مهمة جدا مع شخصية مهمة. يعني كان لديه بعض المعلومات الخاصة وكتبها أو نقلها أو نشرها إن كان متلفزا عبر الفيديو أو حتى عبر الكتابة. هنا تحول إلى صانع حدث. وهذا حصل في يعني إذا نقعد نكرر عدد كم مرة حصلت. ربما أهمها هي ما حصل في أمريكا الووترغيت. ربما ما حصل في الووترغيت ونشر المعلومات أدت إلى استقالة رئيس الأمريكي. وربما هنا يتحول الصحافي إلى صانع الخبر أو صانع الحدث. في الحالتين ربما في خلاف الموضوع. يعني هل في الخبر الأول أنت تنقل ما تراه عينك أو ما تسمعه أو ما استطعت أن تصل إليه. وبالتالي أنت ليس عليك مسؤولية. أنت تنقل ما تراه أو ما تراه الكاميرا. ولكن في المقابل أن كنت أنت صانعا للخبر عبر نقل المعلومات أو الاستحصال على هذه المعلومات. أنت هنا ربما ستلاحق. من أقل شيء من ما فضحتهم. ربما تلاحق قضائيا. ربما تلاحق أمنيا. الله أعلم. وهذا حصل في حربي ليبيا في ليبيا أكثر من الصحافي قتل. لأنهم كانوا يملكون بعض المعلومات. وكذلك في العراق حصل ذلك. في اليمن حصل ذلك. في سوريا حصل ذلك. ما الذي تتطلب اليوم الصحافة الصحيحة عربيا نعم بحكي؟ لا تكون فعلا صحافة؟ ربما الاستقلالية. نحتاج إلى استقلالية مالية أولا. ومن ثم استقلالية قانونية وقضائية. يعني أن لا تكون ملاحق الصحافي. وما ينشو أن يكون ملاحقا. وأن يخشى أن يقول. أن يعبد. ولكن ما بتوفقني أوقات استزاهر أن الصمت ببعض الأوقات أفضل من الحكي. يعني الحديث أو كشف الحقائق. إن كان فيها مصلحة تخدم الوطن. يعني مثلا أعطيكنا موزج. نعم. يعني نحكي الآن عن أوطاننا. ولكن دعنا نرى الإسرائيلين ما يفعلون. ما يفعلون؟ الإسرائيلين مثلا يفعلون مسيطرين ومهيمين على الإعلام. بشكل أمني كبير جدا. مع هامش حرية بسيط لبعض الكتاب. نعم. يعني مثلا عندهم المصطلح هم يسموه سمحة بالنشر. نعم. ما سمحة بالنشر هذا؟ سمحة بالنشر أن الأجهزة الأمنية سمحت للصحافة أن تقول هذا الخبر. يعني مثلا أخيرا. نعم. ما حصل في مجد. وقيل أن هناك عملية كبيرة جدا واستشهد أحد الفدائيين. وكانت هناك كارثة ستحصل في إسرائيل أو عند الاحتلال. ماذا فعلت الصحافة؟ لم تنشر أي خبر. وقيل أيضا أن هذا ما ينشر عن هذا الموضوع سيعرض من ينشر أو من يحاول أن يوصل إلى المعلومات سيتعرض إلى الخطر. فهذا أعتبروه أمن قومي فلم يجزب أحد ويفتش حول ما يجري. ربما مع الوقت ربما ينشر بعض التفاصيل. لكن حاليا من تحكم بالرأي العام؟ صحيح. الأجهزة الأمنية. وبالتالي في بعض الأحيان ربما كمان كالصحفيين يجب أن نفرق ماذا يجب أن ينشر وماذا يجب أن لا ينشر. ربما في بعض الأحيان إذا نشرنا خبرا وهذا حصل في أكثر من مكان ربما يكون هناك حرب أهلية. صحيح. أو ربما يكون هناك مظاهرة وهذه المظاهرات تؤدي إلى شهداء أو جرحة. أنا هنا أخلاقي أخلاقي. أخلاقيات المهنة هنا تكون عند كل صحفي أخلاقياته. هذه أخلاقيات تفرد نفسها. أنشر أو لا أنشر. ودائما في صحفيين يعني دائما تصل لهم معلومات أو أخبار أو كذا أو معلومات. يفكر بينه بنفسه أنشرها أو لا أنشرها. أقولها أو لا أقول. أحطها بوست على فيسبوك أو على تويتر أو لا أحطها. هو يفكر بينه بنفسه. وهذا الصراع قائم يعني وسيبقى. وبالتالي كما نقول في هذه المهنة أن نخطأ الطبيب ربما يموت مريض واحد. ولكن أخطأ الصحافي ربما يموت شعب أو يموت عدد كبير من الناس أن نخطأ. جميل جدا. أستاذ ظاهر أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الزميلة. شيرين أبو عاقلي رحمه الله. يوم زي أسأل أحضرتك ما هي النتائج الإيجابية التي حققت أو كان من الممكن أن تتحقق بعد استشهاد شيرين. يعني طبعا عم بيحكي من حيث حرية الصحافة وحقوق الإنسان في فلسطين أو يمكن حتى عربيا. للأسف لم يحقق شيء. للأسف لم يحقق شيء ولأنه بعدنا بقولك أرقام الشهر الماضي فقط. صحيح. هذا اللي نعرفهم استاذ ظاهر. يلعن نقدر نعرفهم. صحيح. ما نحكي بعد عن الصحفيين المسجونين المقموعين. يعني مثلا حاليا. المهددين حتى. عصيت المسجونين. حاليا حاليا. نحن نتحدث ذلك. هناك 16 صحفيين فلسطينيين معتقلين. نعم. في صحفيين مش معروفة عندهم شيء كم. يعني في بعض الأشخاص يعتقلون فقط لأنهم كتبوا بوست. أعتبروه تحريض تحرديا على فيسبوك أو على وسائل التواصل الاجتماعي. بخصوص قضية الشهيدة شرين بواقلي. للأسف هناك قضايا رفعت. ولكن حتى الآن لم نستطع الوصول إلى حكم أهم جدا يدين الاحتلال فيه. يعني باعتبار أنها هي مواطنة تحمل الجنسية الأمريكية. ربما هذا ساعد إلى حد ما برفع بعض القضايا. ولكن ماذا فعلت إسرائيل؟ حاولت بطريقتين. الطريقة الأولى هي الترهيب. حاولت إخافة أهل الشهيدة ومن يناصرها. وحتى اعتدت على جثمانها والتشيعة. والنقطة الأخرى هي حاولت عبر الترهيب. قالت ماذا تريدون؟ هذه أموال سكر القضية. أتقول لأهلها لهذه الدرجة. ولمن يدعمها. ماذا المقابلة سكر الموضوع القضية؟ أتخيل أن هذه القضية تحتاج إلى وقت أطول للبكت فيها قضائيا. إن كان أمامها المحاكم السرائدية وحتى المحاكم الدولية. ولكن كم شخص يتحدث الآن في قضية شرينة واقلة؟ نعم هذا السؤال. للأسف لم يسلط الضوء أو لم يستمر تسلط الضوء حولها. هي تحولت إلى شهيدة مثل الشهداء الآخرين الذين يغتقون يوميا في فلسطينية. نعم. أستاذ زهر أبو حمدى سؤالي اليوم سأختم معك. في اليوم العالم لحرية الصحافة ماذا تقول؟ أقول نحن نحتاج إلى حرية أكبر. نحتاج إلى عمل صحافي. فعلا يكون صحافي بعيدا عن السياسي والمدول السياسية. أقول أن فلسطين تحتاج إلى كل قلم وكل كاميرا وكل من يقول أو من يصور فيها أو ينقل أخبار عنها. فلسطين تحتاج إلى كل الأصوات. نعم. تحتاج إلى نقل الحياة الإنسانية واليومية في فلسطين. لا سيما في الضفة الغربية وفي غزة. وبالتالي في المخيمة تحتاج إلى الصينية في الشتات. ما نريد أن نقوله في يوم الحرية للصحافي دامت الأقلام حرى. دامت الصحفيون أحرارا بعيدا عن الولاءات السياسية والحزبية. نعم. أستاذ زهر أكيد على أمل ارتقاء بمهنة الصحافة للمحافظة على مهنيتها. أستاذ زهر أبو حمدى حضرتك صحافي. أنا أريد أن أشكر حضورك معنا. شكرا لكم. شكرا لكم. إذن لابد أن نعلم أن حرية الصحافة هي أساسة ديمقراطية والعدالة. كما أنها تمنح كل واحد مننا الحقائق التي نحتاج إليها لتكوين آرائنا والمطالبة بحقوقنا. وفي اليوم العالم للاحتفال بحرية الصحافة يبقى السؤال هل حقا توجد حرية صحافة في العالم العربي؟ دمتم بأمن الله. إلى اللقاء. موسيقى 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 اشتركوا في القناة